أتلم معيكي بقى عن مشهد مصر كلها عيطت عليه الناس كلها كانت متأثرة جداً في المشهد ده أنا شايفة من وجهة نظري أكيد لما أنت قريت الدول كان من أكتر المشاهد اللي ألاقيتك شايل عم وهو المشهد اللي إندي المقادم جاتب اللي كافيه كزوجة الشهيد محمد مبروك إن استشهاده حصل دلوقتي احكي لي الكواليس للمشهد ده حضر تيلوس ده إحساسك ساعتها إيه اللي حصل فيه طب مبدئياً بقى دي كتأول صدمة لين ده أول مشهد أنا صورته في المسلسل كله ده أول مشهد صورتي أول مشهد صورته حتى بقول أستاذ بيتر يومها قلت له حرام عليكم طب الأول أدخل في الشخصية وبعد كده قوم عاملة أصعب مشهد أتريني دخل وش القفص كده على طول فكت خايفة متوترة كبشرة وأنا شايل مسئولية شخصية مهمة وشايل مسئولية حدث بالفعل حصلوا كنا شهود داعيان عليه وشوفناه وحسينا وعياطنا وتأثرنا إزاي أنا هوصل ده بقى للناس من خلال أداء درامي وهل الظروف الساعة الواحد الممثل ساعتي يبقى محظوظ وساعة ما يبقاش محظوظ في المشهد من المشاهد يعني تبقى أنت بني أمال على أنك تعملي وتعملي حاجات وبتاع أول ظروف ما تساعد كيش أو يحصل حاجات أو كده في اللوكيشن المهم كان طبعاً بيتر مخه كبير وباله طويل معايا إنجي كانت متحضر نفسها نفسياً وتعملها تشحن في المشاعرها ونفسها من قبلها أنا كمان استحضرت مشهد وفاة والزي الله يرحم الله يرحم الله يرحم وبلغت به بنفس الطريقة بس الفرر إن أنا كنت رايح أخد جايزة في اليوم ده وصديقتي قلت لي ما تروحيش على الجايزة على طول لفي وروحي على البيت وروحي وأنا جايلك حاخدك أهودكي أنا طبعاً شكيت شوية وبتاع بعدين ووصلت فعلاً فلقيتها جاية وفتحت الباب فزي ما تقولي اللحظة دي نفس الكواليس بالزبط أو نفس تسلسل الأحداث بالزبط آه فنفس الكده إنك تفتحي الباب تلاقي حد بيبلغك بالخط آه فبعدين أنت مشهد اللي عايزة تعمليه أوفر زيادة والعايزة تعمليه أقل طب تثبتي ميته إزاي بحيث إنه يبقوا متصدق وحقيقي وخصوصاً أن صاحبة المشهد قاعدة بتشوفك بتتفرج عليك دي بالنسبالي بقى دي اللي كانت أكتر حاجة مرعبة بالنسبالي آه لكن الحمد لله عادة والظروف كانت مهيئة وربنا أعتقد إيده كانت في هذا المشهد آه لأنه الناس حسد بي بشكل أنا يعني أنا عيط وأنا بتفرج عليه معين أنا اللي ممثلات بالضبط استرجعتي لإحساسنا ويومها إنجي المقدم ما عرفناش نوقف دموها بعد ما قال أستاذ بيتر كات يعني خلاص وقف التصوير افتكر طبعاً برضو يعني يعني اللي راحلوا عندها وقعد التعايد جامد والمساعدة بتاعتها بتطبطب عليها وأنا طبطب عليها وأنا حسالي حالة زهول أنا بتطبطب عليها وأنا سرحانة يعني كان يوم كده غريب جداً سبحان الله كأنه روح الشهدة كانت بتحوم حوالين العمل وإحنا بنصور أنا يعني بعتقد شوية في الحاجة دي يعني فحسيت إن هما كانت يضل الله معانا في اللحظة دي وإحنا بنقاديها عشان في مسؤولية كبيرة قوي للشخص الحقيقية اشتركوا في القناة